صباح السعادة والصباح التفائل بكل خير ان شاء الله عليكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة بس بطريقة مختلفة في الحشوة بتاعتها انا كده معايا معلاتين سامنا كبار وعند كانت شرايح فراخ صدر فراخ ولو عندك بواقي فراخ مسلوقة وركة كدر صدر اي حاجة ممكن نعمل تعملي بيها المكرونة اللي احنا هنعملها دلوقتي وبالطريقة دي هتطلع جميلة جدا انا طبعا كده نزلت بسدر الفرخة اللي مقطعاشها رايح ونزلت عليه ببصلية كبيرة كده وهبتدى شوحة تشوحة انا مش عايزة البصلة تحمرة وبعد كده عندي فلفل الوان مع جزر مفشور هنحطوا عليها ما انا قلت لكم ان احنا هنعمل الحشوة بتاعت المكرونة الهردة بتاعتهم صغيرين وعندي البهرات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وكزبرة نشفة وبهرات فراخ والله ما صلى على النبي وزعتر وبابرك وعندي كمان معلقة كبيرة من دبس الرومان دبس الرومان دا اللي انا كنت عملها قبل كده معاكم وكل دا هقلبه وحشوح به الفراخ وحسابها لما تستوي طبعا انا كنت سرق المكرونة ونجهزها عندي دلوقتي هنعمل البشاميل بتاعها هنزل بمعلقتين كبار من السمنة او حسب الكمية المكرونة اللي انت هتعملها وحنزل بالدي انا هنزل حوالي بخمس او ست معلق كبار لان انا عملها كمية مكرونة فحسب ما انت هتعمل الصنية لو انت هتعمل صنية واحدة معلقتين من الكبار عليهم معلقة كبيرة من السمنة وعندي كيلو لبن هنزل به ما تقلقش من كلكعة البشاء الدقيق مع السخونية والتقليب هيفرد انا طبعا حطيت كيلو لبن وهكمل بالشربة عايزة تعملها بلبن بس عمليها عايزة تعملها بلبن وشربة عمليها وكان عندي كريمة هحط منها حوالي دي كوباية كنت شايلها في الفريزر وحط عليها بتديها بالطعامة وتخليها طعامها جميل عندك كريمة عندك ممكن اشطة بتخلي المكرونة في حتة تانية خالص انا طبعا شايفين ما كلكعش ازاي وفاك معي مع السخونية والتقليب انا مش حايزة البشامل بتاعي يكون تقيل انا عايزة بشامل ولا تقيل ولا خفيف زي ما انتو كده شايفين معي وانتو شاكل الفراغ بتاعتي بعد ما استاوت شايفين شاكلها ما شاء الله الله مبارك وكاد رأيتها فضيع دلوقتي هنزل انا بالاول بجاء احط المكرونة في الصينية قبل ما حط عليها البشامل لغاية تعمل المقدار اللي انا هحط عليه البشامل هي كده شكلها هجي كتير وححش منها شوية كده انا بقلب البشامل طبعا وحبتدي هقلب المكرونة في البشامل في الصينية بدل ما عملها في حالة واغسخ موعين كتير لا كده هيبقى على طول في الصينية اللي انا عمل كده المكرونة زي ما انا قلتلكم زادت شوية فانا هشيل بقيتها وحبتدي هزود شوية بشامل كمان كل من البشامل بتاعها بيكون كتير ومش تقيلة بتبقى احسن لان طبعا متخش الفورد البشامل بيت الفها متبقاش حلوة وطعمها مش مستساع انا دلوقتي هنزل ببقى شوية من الفراغ بتاعتي اللي انا معصجها بدل اللحمة شايفين ما شاء الله الله مبارك وحنزل ببقية كمية المكرونة شايفين ما شاء الله وبعد كده هبتدي ارش عليها البشامل على وشها شايفين ما شاء الله وهدخلها الفرن طبعا الفرن بتاعي كان متولع قبل كده انا عندي بقية اعمل صنية تانية بس مش هعمل الحشول في الوسط لقى هلغبطوا كله مع المكرونة مع البشامل كانت جميلة الاتنين بصراحة كانت تعمهم اجمل من بعض هنشوفها مع بعض وراحتها كانت فضيعة وكانت جوسي كده و جميلة ما شاء الله مبارك جربوا الطريقة دي هتعجبكوا جدا ان شاء الله وحبنزل ببقية المكرونة وحبتدي اقلبها كلها مع بعضينها وحنشوفها ان شاء الله وحبتدي بقى انزل كمال بالبشامل شايفين بشامل مش تقيل ومش خفيف وسط كده وحقلب بقى كله زي ما انتوا شايفين مع بعضه كانت حلوة قوي قوي ممكن ما تحطيش الحشو بتاعها في النص وتعملها بالطريقة دي وقعد كده هتحط البشاملة على الوش وحندخلها الفرد شايفين ما شاء الله الله مبارك جميلة 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 اللي بتاعها كويس وحنزل ببقية البشاملة على الوش طبعا الفرد بتاعي مولع والصالية الاولانية فيه وهحط دي كمان معاها بسم الله ما شاء الله الله مبارك كده خلاص هدخلها بقى الفرد وحنشوفها بعد ما تستوي ان شاء الله كده خلاص شايفين بعد ما استوت في الفرد شايفين راحتها وتشعمها جميلة انا كده هدخلها تاني تحت الشاوية تاخد وشها يحمر بس شوية هيا طبعا شايفين جمالها ما شاء الله الله مبارك تحفة دي الصينية التانية الاولانية معايا انا هحط عليها ميكسي جبن وجبن مرزرلة وطبعا كده طري عليها شوية وهدخلها تحت الشاوية طبعا استوت وهحط الجبنة في الاخر عشان الجبنة ما تتحرقش من اول لان الفرن بتاعي بيغيب في السوا فعشان ما تبقاش تضيع المطة بتاعتها شايفين ما شاء الله الله مبارك وبعد كده هدخلها تحت الشوية هبتدي قطعها وهنشوفها مع بعض ان شاء الله طبعا هي لسه سخنة جدا بس انا حابة ان انا اورها لكم بعد ما خرجت من الفرن عشان تشوفها عاملة ازاي جميلة جميلة ما شاء الله الله مبارك بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مش هتطلع الخرطة بخرطتها لانها زي ما سخنة جدا فلما هتبرد وقتها ده كده هتقطعها بالخرطة بخرطتها وجميلة جوسي وتحفة انا هجيب الصينية التانية برضو هنشوف الاتنين مع بعض طبعا برضو لسه سخنة هنشوفهم مع بعض كانوا الاتنين بصراحة احلى من بعض جرابي التريا دي لو انت حابة تعمليها حابة تعمليها من تلغبطيها على بعضها او تحب ان تحط الحشو جواه شايفين السخنية بتاعتها انا هستنى بعد كده ما تهدى وهورها لكم هتطلع الخرطة بخرطتها وحتبطة تحفة ان شاء الله ايه شايفين? ما شاء الله الله مبارك عم لا ازاي جوسي وجميلة وحلوة مظبوطة 100% ما شاء الله الله مبارك جميلة وكانت طعمها جميل جدا بسم الله شايفين؟ ما شاء الله الله مبارك عم لا ازاي جربوها إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله يا ريتكم كنتوا معايا تشوفوا طعمها ورحيتها كتقلبة الدنيا وأنا دلوقتي طبعا هديت فأنا حبيتها ورها لكم هي طالعة الخرطة بخرطتها وشايفين جمالها ما شاء الله اللهم بارك كانت جميلة جدا يا رب تكونت طريقة كده عجبتكم طبعا دي الجبنة وتمت وأشوفكم في فيديو تاني وقال لكم السلام عليكم